تستمر أفرع جهاز مكافحة المخدرات في البلاد بتنظيم الفعالية أحياء لليوم العالمي لمكافحة المخدرات حيث أحيات دارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمنطقة الشرقية في مدينة البيضة هذا اليوم العالمي بهدف زيادة الوعي بالمشكلة الرئيسة التي تمثلها المخدرات والمؤثرات العقلية في المجتمع وكيفية مجابهة هذه الآفة من أجل تعزيز العمل على إيجاد مجتمع خالم من المخدرات اليوم كما تلاحظون قام فرع جبل الأخضر بحياء ذكرى مكافحة مخدرات التصادف اليوم 26 وقام هذا من تعرفين اليوم 26 هذا يوم العالمي مكافحة مخدرات وتفهمين شغل العمل المخدرات وكيفية الدول التي تهاجم فينا اللي هي الحرب الممنهجة وكيفية توريدها للبلاد الاحتفال الذي يقيم بفرع مكافحة المخدرات في البيضة بحضور عضو مجلس النواب عن المدينة عبد المطلب ثابت ولفيف من الشخصيات من كافة شرائح المجتمع رفقته حملة لتوزيع مطويات إرشادية داخل شوارع المدينة وذلك من أجل التوعية بخطر المخدرات الكبير وأضرارها وكيفية تعرف على أعراض الإدمان لدى متعاطيها يأتي ذلك في وقت قام فيه جهاز مكافحة المخدرات بمدينة البيضة بضبط أكثر من 50 كيلو جرام من المخدرات منذ مطلع العام الجاري ترجمة نانسي قنقر